أول شيء ماشي غيف فقط ما فيين. لا. هادوا متهربين من الضربة. لأن لأي مواطن مغربية يصبحوا مداخل ديالو. هادوا أول شيء ضاهرة. لي تكاترت من اللي كون فيلمو من الحجر السيحي الذبا. واللي نكا نشوف بالالاف في سعيد التراب المغربي كامل. وفي الدربة ده كتار قدرنا نحددوهم في كتار من الف مقام وتنقيل. وماني كتكون الخدمة في هاد البلاسة كيخدم فيها كيتحول البلاسة هورا وهو غادي هو اللي كي يجمع. لكن لأسف الاول شيء الظروف الصحية اللي يخدم فيها ما عندوش ترخيص. تاني شيء ما عندوش ظروف صحية ما عندوش في نغسل الدي ما عندوش كيفش شروط صحية ما كيناش سفر. المسألة التانية العدالة اللي جيبائية ما كيخلص والو. فين خدامين كيستغل الملك العام. كي يجي قدام واحد القهوة خدامة كيدي واحد العشرة في المية وعشرين في المية خمسين في المية على حساب المناطق ديال لقم المعاملات. اذا هادو في حداتهم غير مرخصين كيربحو وخدامين. الضارة انه اللي نكا نشوفو بعض الاشخاص عندهم عشرة خمسطاشر طو موبيل مفرقها ما عندو شيء ترخيص داروها تجارة من الضامة. قالوا هي عشوائية ما كيساهمش في المالية الجماعية وما كيصرحش لا الضامة الاجتماعي الا لتشي حاجة. هادي وضعية شادة. الايضا شفنا واحد العدد ديال محلة كوفي شوب. وهنا كنسألو. واليوم جميع الاطراف اللي كنتكلموا معاهم كيقول لك انا ما عندي شيء سلطة عليهم. لا عندك سلطة عليهم. كمجلس مدينة عندها يعني عند ديال حفظ الصحة للمواطن والسلطة الادارية خاصة تنزل ودير خدمة ديالة. علاش? الولا حفظا على صحة البيضاويين. تانيا على يعني الناس ديالنا المنتسبين للقطع اللي همارسمين. منك يشوف بانه هاد الجامعة كاتحميه. ومنك يشوف بانه ولي كيستغل شي حاجة كيخلص حتى هو وخصي ولي كيرجع كيحشم ولي ملزم ومشي يخلص. لكن منك تشوف هاد العشوائية بحلاك دا. كتعطي واحد احساس بلا عادلة. كيفاش واحد خدام وما عنده ليشارج ليوالو ما عنده لاسنة سلسلة شي حاجة. قانون 57-19 ما غادش يجي اعاقبوا به هاد شي ديال ديال الاستغالة الملك العام بآتر ريجعي ما عنده حتى شي حاجة. وهو كيشوف عنده محل. يعني بحالة كنقول ونرجعوا هاداك المثال المغريبي هاداك اللي مربوط هو اللي غا يبقى يا كل فلاصة. وهنايا كتتضرب مناخ الاعمال. كنحسوا بواحد الاحساس ديال لمساواة لا عادلة. وكنشوفوا وكنشوفوا الواحد اللي كتبقى ليه القانون هو هاداك سيد اللي عنده واحد اللي دانتي فيان فسكال وعنده محاد دياله معروف وعنده التزامات لا مع العمال لا مع الجماعة لا بزر تالي الشيفر دافير عندنا واحد العدد ديال المحلات اللي تشكاوا يعني كتلقا محة عربة وحدة. والدرجة اللي بين القوسين هادا العربات كانوا سيارة الدبولة وغير كرارس. هادشي غاديو كي غاديو كي ينضح يعني لكاليتي غاديو كتنزل قاعد تحت. في اطار واحد الصمت ديال جميع الاطراف المتداخلة لا سلطات محلية ولا سلطات جماعية. يعني كلقوا محة الواحد. نضيرين به اربعات المحلات. كي اضطر على كل واحد بعشرة عشرين حتى الخمسة وعشرين في المياه. المحل واحد. المحل تاني تود دولو. المحل تالت تود دولو. واحد العدد كبير منهم كان عارفوهم بأنهم كي يستهلكوا القهوة اكتر من القهوة. من هنا كي بلينا بأن عندهم مداخل كبيرة. لأسف في واحد العدد ديال الجيهات كانت هناك مرسلات مع سلطات محلية مع واحد مع الجامعات. لكن لأسف ما زال بقي ما تحركوا شي. وهنا نعطي غيرك واحد للمثال في منطقات الجديدة ما بين جديدة أو سيدي بوزيد. الناس وصلوا بأنهم غادي بيعوا كلهم اليوم من بعد كوفيد. لما كنا ديال قهوة ولات كينا عند مول الحانوت. وعند مول العربة. وعند مول محلابة. وعند هذك اللي كان كيبيع في الدار. هذو كلهم حالات تزادت العشوائية في هالظرف. وهنا يرجع للسؤال له ولاني يعني في هاد العامين في بلأس ما كانت تطور في المنح العام ديالو كانت تدهور للرقم المعاملة. بسباب بزاف ديال الحويش. وعندنا تكلفة ديال المواد الأولية وكل شي تزادت علينا. ولكن في المقابل رقم معاملات مقص خاصة لمقاهي الشعبية والمقاهي اللي جات في واحد الأحياء. اليوم للأسف في بلأس ما كانوا يطوروا ورقم معاملات ديالهم ويحسنوا الوضعية ديالهم. نشوفوا العكس.